أهلا بحضراتكم ظل التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا راسخا نتيجة ما يجمعهما من اتفاقية للتجارة الحرة فكل من البلدين تدركان أهمية الثقل الجغرافي الاستراتيجي لبعضهم البعض أهمية يسعى البلدان إلى تعزيزها ودعم التعاون والمصالح المشتركة وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين بما يعزز العلاقات الاقتصادية لمستويات أوسع وأكبر فمصر هي بوابة مثالية لتركيا للأسواق العربية والأفريقية كذلك تعد أنقرة بوابة مصر للأسواق الأوروبية مصر كانت دائما تتميز بأنها موضع اهتماما من قبل المستثمرين الأتراك لتقديمها مزايا استثمارية للقطاع الخاص والتي أبرزها وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية والرخصة الذهبية فضلا على وجود بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الانتاجية ما أسهم في تخطي إجمالي الاستثمارات التركية بمصر لمبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار كما توظف الشركات التركية ما يقرب من سبعين ألف عامل بشكل مباشر فيما تجاوز مئتي شركة ومصنع تركي ومع ارتباط مصر باتفاقات شراكة مع عدد كبير من دول العالم تتمتع الشركات التركية التي تفتح مقرات لها في مصر بفرصة الوصول إلى التجارة المعفى من الرسوم الجمركية مع دول أخرى وذلك بخلاف ظروف الانتاج والتكلفة الجيدة بمصر وهو ما يمهد لها الطريق لفتح أسواق دولية جديدة ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية الكوميسا وأغادير وبفتا ومع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة من المستهدف خلال السنوات الخمس القادمة النهوض بحجم التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار من 10 مليارات حاليا فهي بمثابة فرصة ذهبية للبلدين والتي يمكن استغلالها لتعزيز وتعميق الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بالبناء على الروابط الاقتصادية الفريدة بينهما وفي الوقت نفسه تعد تركيا من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية فخلال عام 2023 بلغت 3 مليارات و800 مليون دولار فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات و600 مليون دولار كما بلغت الصادرات السلعية 874 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري وحده مشاهدين الكرام كان هذا عرضا حول التعاون الاقتصادي الراسخ بين مصر وتركيا وسبل تعزيزي شكرا لكم على طيب المتابعة